ثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جيرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تواصل اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة اجتماعاتها للاستماع إلى عدد من الوزراء وخلال اليوم الثاني استعرض السادة الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة والتي تضمنت شرحا للعديد من الخطط التي تضمنها برنامج الحكومة وأبرزها زيادة الانتاج الصناعي ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي وتوفير نحو ثمانية ملايين فرصة عمل في مجالات الصناعة المختلفة وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتوفير احتياجات السوق المحلي وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وتدشين منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي نتائج أول تحقيق في إخفاقه الأمني خلال أحداث السابع من أكتوبر وأقر جيش الاحتلال في التحقيق بأنه لم يحمل مواطنين في أحد التجمعات السكنية التي تعرضت للأضرار وأضاف أن التحقيق تناول سلسلة الأحداث والقتل وسلوك القوات الأمنية خلال اليوم وخالص التحقيق إلى أن جيش الاحتلال لم يكن مستعداً لسيناريو تسلل الكبير لمسلحين إلى إسرائيل ولم تكن لديه قوات كافية في المنطقة دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جالنت إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية في أحداث السابع من أكتوبر وأضاف جالنت أن التحقيق يجب أن يشمل هو نفسه ورئيس الوزراء بنيمين نتنياهو مشدداً على ضرورة أن يكون التحقيق موضوعياً وأن يشمل جميع من يتخذون القرارات ومن ينفذونها أي الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية حذر الكريملين الروسي من أن عزم الولايات المتحدة على نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا سيؤدي إلى مواجهة بين روسيا والغرب على غرار ما كان عليه الوضع خلال الحرب البالدة وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تشارك بشكل مباشر في النزاع حول أوكرانيا مضيفاً أنه يتم القيام بكل تلك الخطوات من أجل ضمان هزيمة بلاده الإستراتيجية في ساحة المعاركة دعا 12 عضواً ديمقراطية من الكونجرس الأمريكي الرئيس جو بايدن لإنهاء مسعاه لإعادة انتخابه بعد الأداء السيء في المناظرة التي جرت بينه وبين منافسه الجمهوري دونالد ترامب وعبر العديد من المشرعين عن عدم ارتياحهم لاستمرار ترشيح بايدن بينما أبدأ آخرون تأييدهم لخطط الرئيس الحالي يصوت أعضاء البرلمان الأوروبي في 18 يوليو الجاري على المصادقة على ولاية ثانية لأرسولا فوندرلاين كرئيسة للمفاوضية الأوروبية وفقاً لجدول الأعمال النهائية لجلستهم العامة في سترسبورغ وفي اجتماع قمة عقد في نهاية يونيو الماضي اتفق قادة الدول 27 على إعادة تعيين أرسولا فوندرلاين التي تمكنت من فرض نفسها خلال ولاية أولى مدتها خمس سنوات شهدت سلسلة من الأزمات ويتعين على المسؤولة الألمانية البالغة 65 عاماً أن تحصل على أصوات 361 عضواً على الأقل من أصل 720 عضواً في البرلمان الأوروبي لأعادة تعيينها على رأس السلطة التنفيذية الأوروبية